اهلا بكم في النشط الاقتصادية اكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على مواصلة الوزارة مساعيها لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة للمعارض والمؤتمرات مدينة المعارض الجديدة في اقرب وقت ممكن واضح الزياني على هامش افتتاح معرض الجواهر العربية لعام 2015 ان البحرين اصبحت بحاجة ماسة الى تجشين مدينة معارض جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على اقامة المزيد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة اضافة الى جذب فعاليات عالمية تساهم في وضع موضع قدم البحرين على خارطة سياحة المعارض العالمية وبين الزياني ان تواجد هذا الكم الكبير من المعارضين من عدة دولنا في ارض المعارض يعتبر دلالة واضحة على نجاح المملكة في استقطاب الاحداث العالمية النوعية احنا المشروع حين في مرحلة تعيين المساحة الابتدائية للمقر او للمركز وان شاء الله متى ما انتهينا من هذه رح نبتدي في عمليات تفصيلية اللي هي التصميم والتوزيع المباني اللي هناك ونعرضها من ثم على مجلس الوزراء المؤقر لاخد الموافقات النهائية بس مثل ما نشوف يعني احنا اليوم في هذا الحدث اللي يعتبر حدث عالمي متميز المساحة اصبحت كلها مستغلة واضطرين ان ننحط مساحة خارجية ايضا بشكل مؤقت لاستيعاب العارضين هذا يواصل معرض الجواهر العربية تألقه بعد ربع قرن مع استقطابه ستة مائة عارض من ثلاثين دولة حول العالم التفاصيل في التقرير التالي يعود معرض الجواهر العربية بنسخته الرابعة والعشرين بمعروضات تفوق مائة مليون دولار معززا بريق مملكة البحرين الذهبي في عالم صناعة المشغولات والاحجار الكريمة امر لم يكن ليتحقق لو لت تسهيلات الحكومية المقدمة لجموع المستثمرين والتجار ومناخ الاستثمار الجاذب للرؤوس الاموال في قطاع المجوهرات يشتغلون 24 ساعة وشاكرين لهم احنا هالتسهيل جدا مسهلين احنا نقارن هالنشطة اللي تصير في اماكن ثانية لا يقارن في البحرين الحمد لله يعني شهادة لله انها يعني الامور ميسرة جدا لا يقتصر الدور الحكومي على تقديم التسهيلات لتجار المجوهرات فحسب بل يشمل ايضا توفير الضمان للمشترين من المعرض لفحص مشترياتهم من المشغولات الذهبية واللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة اضافة الى الرقابة على التصاميم الصناعية وحماية العلامات التجارية والاختراعات المسجلة في المملكة نحن نفحص المعادن الثمينة ونطبق القانون الله وقانون اللول والاحجار الكريمة بنكون في الرقابة يعني اللول المزروع طبعا هو ممنوع انه يباع في المعرض فهي تطبيق نطبق احنا ونقوم بفحص نقدم قدمة فحص الالماص والمعادن بعد يعني نفس الشيء اذا في احد يبيه فحص الذهب ممكن انه هو ايهني ونقوم بفحصه بالاجهزة اللي احنا يبينها معنا مع روعة المعروضات من الجواهر بكافة احجامها والوانها سواء اكانت احجارا ثمينة او تحفا فنية او حتى ساعات فاخرة على مساحة عرض تفوق 21 الف متر مربع يحافظ معرض الجواهر العربية على ريادته بين اكبر خمسة معارض متخصصة على مستوى العالم